حصل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 رئيس حزب الوفد عبدالسند يمام على 20 تسكية من أعضاء مجلس النواب ليكون بذلك قد حصل على النسب المنصوص عليها في القانون هذا وتكون تسكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة للشخصية الطالب الترشح والشخصية العضو الذي يزكيه والعضويته في مجلس النواب وإقرارا بعدم سبق تسكيته لآخر ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إذ ذات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذي لمجلس النواب